منذ أن وصل إليها الخميس المنصرم لم يتوقف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري عن العمل ضمن مروحة واسعة من الأنشطة السياسية والأمنية في محافظة المهرة التي صعدت لواجهة الأحداث منذ أن وصلت إليها أولى طلائع القوات السعودية أواخر العام 2017 بنبرة أقل حدة تحدث الوزير الميسري هذه المرة عن التداعية السلبية للوجود العسكر السعودي في هذه المحافظة التي تعيش وضعا استثنائيا يهدد عقودا من الهدوء والاستقرار والسلام الاجتماعي حديثه ذاك جاء خلال لقاء جمعه مع الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية والأعيان في محافظة المهرة وفيه دعا إلى تصويب بعض السلوكيات التي تمارسها القوات السعودية في إشارة إلى تمركز هذه القوات في المنافذ البرية والبحرية للمحافظة مع سلطنات عمان المجاورة سلبيات رأى الوزير الميسري ضرورة تصويبها والوقوف أمامها وفي أولوية ذلك عدم تجاوز السلطة المحلية في المحافظة وإن كان هناك قصور فيمكن الاستعانة بخبرات يمنية لا أن يؤتى بكادر سعودي حديث استدعت الحاجة إلى تأكيد حقيقة أن محافظة المهرة كما يراه الوزير الميسري ومعه معظم اليمنيين آمنة مستقرة وضربت أروع النماذج في الإخاء والتعايش تحت سقف القانون دون فرز للأكنات واللهجات مزايا تحولت معها هذه المحافظة إلى حاضنة لكل أبناء اليمن وإلى حد يبدو معه من اللافت حقا أن يتحول تواجد التحالف فيها إلى بداية للمشاكل الوزير الميسر اعتبر أنه لا يوجد لدى اليمنيين اليوم سوى خيار التمسك بما تبقى من كرامة وسيادة لوطنهم لذا شدد على ضرورة ممارسة السلطة ومؤسسة الدولة مهامها ودورها وعدم تجاوزها والقفز عليها تحركات الرجل الثالث في الحكومة الشرعية في محافظة المهرة تكتسب أهمية استراتيجية في ضوء ما يراه المراقبون تعثرا مبكرا في تنفيذ اتفاق الرياض الذي أريد له أن يعيد ترتيب الأوضاع في المحافظة الجنوبية تأسيسا على رؤية سعودية إماراتية أبقت على نفوذ الانفصاليين وحاصرة المشروع الوطني الذي تمثل محافظة المهرة أحد دعائمه الأساسية